ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي واخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عرضا حول الاستثمار والمستهدفات النمو الاقتصادي واستعرض الاجتماع عددا من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من بينها العمل على وضع خطة عاجلة لما كانت مختلف إجراءات الاستثمار وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية الوزرية تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار وشرمت بولي أن هناك دعما كاملا للسياسات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة للتزام بمرونة سعر الصرف وتحديد سعر العملة المحلية وفقا لأليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي